أنا سأحاول أن نجيب مجموعة من الإضاحات فيما ترحى من أسئلة سواء التي تهمني مباشرة أو التي تهمني بطريقة غير مباشرة ما يخص تذكر المونديال تذكر المونديال قلنا جميعا بأن كان واحد المجهود استثنائي بشتوضع التذكر رهنة إشارة الجماهير المغربية التي بطبيعة الحال قامت بمجهود جبار لمساندة الفريق الوطني وتنقلت من مختلف ربوع بقاع العالم مش غير من المغرب باش تساند الفريق الوطني وهذا حق طبيعي أكيد أنه بنرجعش للتفاصيل دع البيعة تذكر المونديال اللي عنده واحد المسطرة معينة توقعات منتع الجمهور المغربي كيف كانت توقعات الرياضية بشكل عام أن الفريق الوطني مغادش يخطك المسار الناجح والوصول انتعوه لدور النصف النحي تقمت مجهودات استثنائية في عين المكان باش تعطى أكبر عدد من التذكر للجمهور المغربي وفي بعض المباريات تجاوزات 15 و 16 ألف تذكيرات اللي ما نرجعش للتفاصيل كان بعض الأشخاص استعملوا هاد أو انتهزوا هدي الفرصة ومارسوا نشاطهم اللي مول في انتمرسوه واللي هو الاسترزاق يعني أي حاجة الاستفادة من كل الظروف حتى الآخر الظروف اللي تكون صعبة وفي هالإزم فتنحنا تحقيق داخل الدواليب انتعى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدى في الهيئات القضائية كما التزمت بذلك وتوصلت بتقرير كله يجمع على أنه كانت مجموعة من الاختلالات وحددت الدوائر التي كانت فيها الاختلالات فتحة بالموازات مع ذلك فتحة حقيق قضائي ما زال مستمرا أنتم تتعرفوا تشعوبة انتعوا إن هذه الدوائر هي أكثر اتساعا مما كنا نعتقد والنتائج انتعوا ستصل في المراحل القليلة المقبلة والإجراءات التي نعلنها هي التي ستتم بكل وضوح وبكل شفافية نهاية المسار نتعى النشاط الرياضي لكل من سوى لتلفه نفسه أن يتدخل بشكل أو آخر في هذه العمليات التي لا تمتل أخلاق الرياضية بصلة ولا للوطنية بصلة وبطبيعة الحال ستكون هناك مجموعة من المتابعات القضائية سنعلن عنها وعن لائحتها بكل وضوح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر